ما هو برنامج المرأة المسلمة في رمضان حتى تعبد ربها وتقدم أهل بيتها نقول إن برنامج المرأة المسلمة هو برنامج الرجل لكن المرأة المسلمة تزيد بعبادة وهي أن المرأة إذا اجتهدت في خدمة دوجها وأهل بيتها وأعدت لهم الطعام الذي يكفيهم فإنها في عبادة لله عز وجل إذا احتسبت ذلك عند الله فهذا فيه أجر لها وفيه تكتير لأسناتها وينبغي للمرأة المسلمة إذا كانت تعد الطعام أن تشغل لتانها بذكر الله فتطبق وهي تشبع وتطبق وهي تهلل وتطبق وهي تذكر ولها بذلك أجر عظيم ولن يطرفها إعباد الطعام عن عبادة ربها سبحانه في لها لرمضان فهنيئا للمرأة المسلمة التي تقدم زودها وأهل بيتها وهي تحتسب الأجر من الله عز وجل ومع ذلك لا تغفل عن ذكر الله وتقوم بما تستطيع من العبادات في نهار رمضان فإنها قد فازت فوزا عظيما أسأل الله بأسمائه الحسنى وقباده الأولى أن ينير بطائر المسلمين جميعا وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتارعين إلى الخيارات المتسابقين إلى الجنات بارك الله لي ولكم في كل الأوقات والله أعلم وسل الله على محمد وعلى آله وفحجه وتلم ترجمة نانسي قنقر